اشتركوا في القناة اول اربع صفحات خلينا نذهب الى page 26 open your books page 26 unit 4 my things things and ashyاء okay exercise 1 the conversation قبل بدء المحادثة طبعا we can see a bag and things in the bag اشياء بداخل الشم these are candles candles الحلويات والملبس لما اطلب شيء من شخص استخدم can i have can i have هل استطيع can i have لما اعطيه الشيء here you go or here you are here you go يعني خذ بنفسك here you are تفضل okay listen can i have some candy sure here you are great thanks how many are there let's count them one two three four five six seven eight nine ten eleven eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty one twenty two twenty three twenty four twenty five twenty six twenty seven twenty eight twenty nine thirty that's a lot نلاحظ يا أولاد استخدام how many للسؤال عن العدد count نعد count نعد مرة أخرى واحد استخدامات التالية can I have هل استطيع أن آخذ here you go تفضلي how many كم العدد count نعد let's go back go to the other page page twenty seven exercise four okay are you ready yes we are bed هنا لدينا مربع الكلمات اللي بنبحث فيه عن الكلمة ونستخرجها سواء بالطول أو بالعب فالمعلمة بتطلب منهم كلمات ويستخرجونها من هنا وطبعا المهم عندنا spelling هجاء الكلمات فمن الكلمات التي سنجدها في المحادثات هنا سنتجدها ستكرر كلمة bed ب e d hot h o t تطلب المعلمة أن يستخرجونها من وسط هذه الكلمات ويحددون عليها دعونا نرى الكلمات التي يمكن أن تقابلنا candy كدر ورائي candy c a n d y bed b e d hot h o t count c o u n t light 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 معناها الضوء والليت تجي معنا خفيف l i g h t ملاحظ يا أولاد عدم نق حرفي g h eight أيضا حروف g و h silent لا تنطق eight e i g h t star 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 النجمة walk walk a r k walk wait 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 ينتظر w a i t and the last word آخر كلمة mouse تعرفونها هي الفار mouse m o u s e now let's go back نرجع مرة أخرى إلى درسنا 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 ok go to page 28 28 28 exercise one these are things كل هذه أشياء things on my desk التي تكون على المكتب الخاص بي أو على الماصة حق الدراسة what are these they are pencils they are pencils لاحظ استخدام الجمع بحرف الاس في نهاية الكلمة pencils pens paper 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 يا أولاد لا تجمع لأنها لا تعد الورق كلمة paper بمعنى الورق لا تجمع paper blue blue أخذناها في الدرس السابق الصمغة أو الغرم scissors وهنا تعامل معاملة الجمع حتى لو مقص واحد فقط لأنه مكون من زوج كما تعرفنا في السابق هناك أشياء تعامل معاملة الجمع زي كلمة shoes socks glasses النظارة scissors المقص erasers 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 and candy أوكي دعونا نقرأ الأنشودة المقص 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 scissors and erasers scissors and erasers and erasers candy for you candy for you it is easy let's go to the next one which is phonics وكما تعودنا يا أولاد تمرين الفونيكس من التمرين المهمة sounds and letters هنا كلمات التي تبدأ بـ sm سم أو اس سن ماذا سنفعل؟ نستمع نكرر الكلمة مت نوصل لسن سمايل سمايل سنيل سنيل سمال 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 سناك 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 وبعد ذلك بنكمل هنا بالـ sm أو الـ sn هنا طبعا نكملها بـ سنيل سنيل سنيلز are سمال and quiet ما هو السنيل؟ كما رأينا في التمرين السابق this is the snail الحلزون سنيلز سنيلز are small and quiet تكون صغيرة وهادئة ok check your answers this is the snail and this is the smile الابتسامة سمال أي صغير سناك كما أخذنا من قبل هي الوجبة الخفيفة أو الصغيرة نقول عليها snake go to the next page page 29 fun time game in the class اللعبة التي نلعبها في الفصل تعرفنا في المحادثة الأولى can I تستخدم بمعنى هل أستطيع لما أطلب شيء من شخص can I have هل أستطيع أن أخذ هنا سنستخدم كلمة use يستخدم use can I use لما أحب أستخدم من شخص شيء لا أستخدمه can I use your pen can I use your pencil ok listen to me can I use your scissors here you go can I use your eraser here you go طبعا بنكرم حدثات أخرى باستبدال بعض الكلمات ok here you go أي افعل خذ ok هناك كلمة أخرى تعبير آخر here you are تفضل لما أعطيه الشيء بنفسي let's go back ok we have finished the four pages خلونا يا أولاد نذهب إلى الworkbook نرى بعض التمارين وكيف سيكون طريقة الحل طبعا هنا في عندي exercise one بنعمل trace يعني نعيد على الكلمات نمشي عليها بالقلم أو بالمرسام دعونا نقرأ المحادثة كما هي محادثة الكتاب can I have some candy sure here you are لا هنا here you go ok thanks exercise two أين مطلوب في أولاد خلونا نشوف نقرب الصورة أكثر لتكون أوضح scramble scramble I'm scramble the words نعيد ترتيب الكلمات لنكون منها جملة أو سؤال نلاحظ وجود علامة استفهام إذن فهذا سؤال طبعا علامة الاستفهام بيكون محلها في الأخير فنضعها مكانها شيء آخر نلاحظ عند ترتيب أي جملة أو سؤال نبحث عن الكلمة اللي يكون حرفها الأول capital we have the word I I هنا كلمة وليست حرف بمعنى أنا and can can كلمة أي أولاد سواء كانت في أول الكلام أو في وسط الكلام تكون capital إذن فليست هي التي بدأ بها السؤال سؤال بدأ بكلمة can تذكرنا السؤال في المحادثة الأولى في الكتاب في الدرس منذ قليل can I have some candy can I have some candy بعض الحلوة مرة أخرى can I have some candy okay go to the next page how many التي تسأل عن العدد how many are there let's count them count يعني نعد that's a lot بعد مجالة عددهم that's a lot يعني كثير وطبعا هنا المطلوب نكمل بعض الأعداد بعد 20 نضع 21 22 23 and so on okay here exercise 2 say and write 30 to 1 okay يعني نكتب الأرقام من أول 30 إلى ما نوصل إلى number 1 يعني بالعكس نمشي العدد التنازلي 30 29 بعدها 28 27 26 and so on إلى ما نصل إلى number 1 okay خلونا يا أولاد نقل بالصفحة نذهب إلى next one here things طبعا هذه الأنشودة قرأناها لكن في عندي exercise 2 عايزين نشوف إيه المطلوب here we are chant by yourself and write the missing letters نضع الحروف الناقصة تمرين جميل وممتاز وكمان معطيني الحروف اللي أخذ منها E G S P A I C L Y here we have the word pen 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 P E E N طيب يا أستاذ نقص حرفتان نضعها في الجمع pens أوكي يبه هنا نقص E and S طبعا هنا نقصني pen pencils يبه هنا P وهنا S paper كما قلنا كلمة paper لا تجمع الورق P نقصني هنا A وهنا E this is the word glue مكتوب عليه G L U E ينقص هنا حرفي G L scissors scissors هنا ينقص حرف نعم حرف I وهنا في الأخير S الجمع candy C وفي الأخير Y أوكي دفاع آفي 90 لدينا المطلوب ك wz كiedy نسمعẫn نكمل السؤال بكلمة نضع هنا كلمة لو حبينا نكتبها طبعا بين السطرين Pencil P-E-N-C-I-L Okay, the next one What's this? It's an eraser Can I use your Yes, eraser Eraser يلا نحاول I'm spelling them about E-R A-S-E-R Number three They are scissors هنا ما نقول كتز يا أولاد لأنها تعمل معامرة الجامعة They are Can I use your scissors? خلونا نكتب scissors S-I-S-C-I-S-O-R-S Scissors Okay This is glue كما نعرف الغراء أو الصامغة Can I use your glue? G-L-U-E Great Complete Can I use your Yes, this is a pen Can I use your pen? P-E-N وهذه الكلمات اللي احنا أخذنا منها يا شباب Okay Now we reach the end of our lesson today نصل إلى ختام درسنا اليوم Thank you And meet إن شاء الله In Completing Unit 4 نتقابل في تكملة الوحدة الرابعة Thank you And goodbye